مرة تانية لاجتماع مجلس الوزراء ومن بين القرارات ايضا النهاردة كان بيتم اتخاذ قرار بشأنها وفقا لتوجيهات ايضا او تنفيذة لتوجيهات سيادة الرئيس ما له علاقة بحافظ الحافظ الاضافي لتوريدات الامح المحليا وده الغرض منه تشجيع المزارعين على توريد كميات اكبر من القمح خلال موسم التوريد في ابريل ان شاء الله وبالفعل النهاردة مجلس الوزراء اقر صرف حافظ استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيه ليضاف الى اسعار التوريد اللي كانت محددة مسبقا وبكده تصبح اجمالي اسعار التوريد شاملة الحافظ الاستثنائي اللي تم اقراره النهاردة اللي هو 65 جنيه يبقى سعر الـ 150 جرام 865 جنيه للأرداب وزن 150 جرام اللي بدرجة نظافة او نقاق 22.5 ارات اللي بدرجة 23 ارات هيبقى بـ 875 واللي بدرجة 23.5 ارات هيبقى بـ 885 انا بس اللي موجود على الشاشة انا ده اللي هو كلهم واحد يا جماعة اللي بتوحطينه ده فهم اه دول كلهم واحد طيب هو اللي درجة نظافته اه 22.5 هو اللي بدرجة 865 زي ما موجود على الشاشة فيه شريحتين تانين درجة النقاء او النظافة 23 ارات ده هيبقى بـ 875 جنيه ولدرجة نظافته 23.5 هيبقى بـ 23.5 ارات هيبقى بـ 885 جنيه اتمنى ان شاء الله ان ده يكون حافظ طيب للمزارعين لتوريد كميات اكبر باذن الله من القمح في موسم التوريد القادم